يعني يمكن ده قدر حتى للحكومة السابقة والحكومة الحالية ان احنا بنتعامل مع اقليم ومع ظروف عالمية شديدة الاضطراب وحالة عدم الاستقرار وعدم اليقين ما حصبتش صحيح من عشرات السنين فحنا حتى ما عندناش رفاهية ان انا احط خطة لخمس سنين وعشر سنين انا مش عارب بكرة حيحصلين صحيح فبالتالي لازم نكون مارينين جدا شغلنا ازاي في خلال سنة واثنين على الاكثر اعمل نقلة نوعية في هذا الموضوع الجزء بقى اجيلك للمواطن حتة اسعار هو بيهمه في الاخر ان اسعار السلع الرئيسية والمنتجات اللي هو عايزها تبقى في متناول قدراته وانا عارف كويس قوي ان موجة التضخم العاتية اللي حصلت واللي برضو كانت جزء منها حضرتك عارف من الخارج بصورة كبيرة جدا بسبب اضطراب سلاسل الامداد اللي حصل الحرب الروسية الاوكرانية اللي بيحصل عندنا في الاقليم يعني مجرد ان النهاردة السفن مش قادر اتعدي في البحر الاحمر وبالتهديدات وابتدت تغير مساراتها دي زودت الكلفة حتى على كل العالم مش فقط علينا احنا كمصر فكل دا ومع ذلك انا باعي ان المواطن نفسه في الاخر هو بيقولك انا عايز حياتي واولادي واقدر انهم يعيش وعشان كده كل تركزنا على تحقيق مجموعة مستهدفات اكبر وفر من السلع لان كل ما السلع بتتوفر كل ما بيحصل منافسة داخلية فالاسعار بتهدأ اكيد اذا ما كانتش بتثبت يعني حتى ممكن يبقى فيه فرصة لنزولها مهما حاولت تعمل من اجراءات ادارية واجراءات عقبية طول ما كان بيبقى فيه دايما العرض اقل من الطلب هتحصل زيادة الاسعار فبالتالي همنا جدا يبقى فيه حجم معروض كبير جدا حجم المعروض هيخلي نفس المنتجين نفسهم يبدأوا مع بعض يتنافسوا على مرادة الاسعار